حباب السادة المستمعين من جديد. اه باها نبدو اه كنت تحقيق لي طوفي جديد ده هالي ديما الحبار عزرائي فالكليو بايزت بحاتة مو كانش من برامج قتلي فاما قرار جديد اخرارج اليوم. اعلام اليوم وقع علامنا بالحكم اللي صدرته التاس ضد النادي الافريقي والقاضي بيالزامها بادا مبلغ مليار وربعمائة للتزجار. وكذلك جماعية الحمامات معندها راصلة الجامعة التنسية لكرت القدم اه في جبرنا بالتنفيذ مبلغ مالي معندها من صفقة اللاعب سامي ستين الف دينار نونك وتعرف في قوانين داخل الجامعة تنسي الكورت القدم اذي الفاز الاخرانية حتى كان ما خلص نجم الجامعة تنحيي لكبير نقطة ونقطين بوعو المبلغ اذا يعتبر بتون نخلص صحيت كيت ستين مليون بشتوالي حكاية فارغة لكن حبيت ان نوريك معندها نو لحبه لحبه العجرارة مثلا ماش نهار نرتاحو فيه نتنفسو فيه المبلغ قامت بشتوالي حتى ينحيي الجامعة الدولية لديك الاجل المبنى الذي هو معندها تقريبا ستين يوم سنان بعض يتعادل لي رفع الأمر لجامعة الدولية ووقته ستتولي الجامعة الدولية لن تجبرك اذا لم تنحييي نفعب النقاط أعني ما زل بكري شوية علي ما زل بكري لكن يجب أن تخلص عندك العلم الجمعجيه معندها 20 أو 21 يجب أن تخلص طنجي ونبدأ من كل حكاية تظومة بين الدولة الانتخاب سيدة عبدالسلام اليونسي كانت ثم فكرة اني نباشر معاه في العمل لكن من بعد صار شوي اختلاف في وجهات النظر فخيرت اني نكون نعاونه من بره وبيني النجم حتى بالكلمة الطيبة كما نقوله طوى كي اشتدت الازمة ومعاها تتالي معنطها الغصارات قعدنا مرة اخرى واقترح عليها من جديد وانا معنطها من نجمش نقول لها الجمعيتي معنطها دونك نحاول نعاون بالنجم كيفاش تقايم الفترة متى عبدالسلام اليونسي لحد الان فترة عبدالسلام اليونسي جا نقولك مواحد بش يكون منطقي وكون سيكون مع روحه اذا بش نقايموها من ناحية الفنية بش نقوله دون المتوسط ودون المأمول على خاطر صرته اذا نظرنا الانتدابات دكار معنطها هذه نظرة متاع المحب اللي يخزر مستانس بفريقه فريق كبير فريق ما هوش مستانس يخسر بربعة متشويت وربعاتهم بش نقوله انه معنطها للفترة ذاية من لول على المستوى الفني لكن كي نخزره للعوامل الاكسترالي دايرين من نجمه كان نقوله ولا غالب معنطها هذاك هو المستطاع لانه وقت لعبد السلام اليونس يخذى الفريق كانوا ثمى تسع لاعبين فقط معنطها لهم مؤهلين معنطها كانوا ثمى تسع باركة لنجموا يبدأوا الموسم فكان ماراتون متاع مفاوضات لتجديد العقود متاع اللاعبين اللي وفات عقودهم ومنهم ركيز الفريق كيما أحمد خليل كيما كوشك كيما بيلال كيما كيما كان ثمى كيما مختار بالخيثر كيما غازي كيما سسمو العقربي معنطها كيما للحارس معنطها كان ثم معنطها ضغط متاع تجديد العقود وفي نفس الوقت كان ثمى ضرورة إلى تطعيم الفريق أمام خروج معنطها نجم نقول لك لاعب اللي كان يمثل معنطها على المستوى المعنوي على اقل صحيت صابر خليفة كان لوكوموتيف معنطها صحيت لوكوموتيف هو القاطرة اللي قاعدة كركر في الجامعية معنطها وتشوفها كل الجرين تالي عنده وكل راجده في التيران فصابر خليفة خروجوا بالحق معنطها فقدوا الفريق كي تشوف العوامل هذية والناحية الثانية اللي خلات الانتدابات ما تكونش باهية إنه كان ثمى ضغط الديون معنطها الهاجس الولاني متاع شنو الفايدة انت كنت انت دب لعب لعب خمسة ولا ستة مليارات وتكون عنده فالور وتلقى روحك معنطها مخصوم لك 12 نقطة وإلا رولي جيلو ديزيام ديفيزيون معاد ثم حتى معنا دونك الأولى ويا في خلص دونا ذاك علاش سمحني كلمة أخيرة الميزانية متاع الانتداب ما تجاوزتش مليار دورة وفي الـ 14 مليار باش نجيلوا التفاصيل هذو ما قلت حبيتنا خلالي كان عموما معناها واضح با هي انت رجعت للكلوب وأيضا تعينات تعيين نزار بركودي ككاتب عام جديد في الكليوب نفهم من هذا تم التخليع عمانوبي ترودي هو منوبي أنا نحب نتمنى له بالفرصة ذي الشفاء العاجل منوبي معنتها صحيا تعب تعرف بالسفرة متاع نيجيريا تقريبا ولد عمناه ولوقتها أصيب بك للضالي الحمى القلاعية حاصيله صار له مرض وداوى منه وقعد كل مرة معنتها تصيرك المخالفات ترجع له وهو حتى في المباراة الخرنية متعم الزمبي في ملعب رادس صارت له حال تغمى وهزته الحماية المدنية للمساحة فوضعه الصحي أصبح لا يحتمل الضغط اليومي معنتها رهيبر ومنوبي من 19 أصباح لسبعا تعليل وهو في الحديقة معنتها ويواجه في عدو المنفذين في مزودين في فيه فكانت معنتها باتفاق معنتها وبرغبة منه في انه معنتها يرتاح وصحته أبله معنى الأسباب فقط صحية صحية فقط متى مش تحميله هو الخطأ اللي صار في جروزني ما يفرقه؟ شو فيجا نقولك الخطأ اللي صار في جروزني معنتها رو ما نجموش نقوله معنتها خطأ متع كتابة عامة هو معنتها أنكوريي معنتها هي قراءة للنواية والنواية ما تكون كان حسنة معنتها وقت الجامعة تعهدت كان في ظن الكتابة العام انه معنتها ستتعهد بالملف بكليته والجامعة معنتها مشيت في حدود المكتوب الحرفي ونساء معنتها وقاع معنى خطأ الجامعة من يجا نقولك هو ثم عنصر متع سوء فهم من جانبين حسن النية مسيطرة على العملية خطأ مش تركة نجمو نقول حتى في القانون ثم الخطأ القصدي والخطأ الغير قصدي هنا نقول ثم خطأ لكنه غير قصدي فهمت الحمد لله أنه تم تجاوزه ودليل على ذلك أنه معنتها هو الخطأ ذاية تم تجاوزه معنتها التعامل مع مكتوب محامات فرنساوي كيفاش نجمو نفهموه هل أنه القانونجية انتع النادي يفشلوا في مفات السابقة هل أنه مش قانونجية من أبناء النادي وانتي نعرفوك مش نعتقل اسمك هو نعرفوك أنك محامي زيدا كيفاش تقرعها انتي برك الله وفيك على سؤال هذية ليتاح لي فرصة أول مرة نتسئل في آآ معنتها في آآ وسيلة إعلام على النقطة هذية وفرصة بش نوضح رو آآ ولهنه مهم جدا كلامية يلزم الناس تعرف وجمهور النادي الافريقي يعرف اللي القانونجية ورجال القانون متاع النادي الافريقي ما خدموا حتى ملف جوديبيان حتى ملف من الملفات التي أفقلت كهالنادي الافريقي طو ومانيش نحمله في مسؤولينا نعطي في معطيات ثابتة وقت لجمال عطروس ربيش فيه خرج من نادي الافريقي وسلم العهدة لسليم الرياحي نادي الافريقي ما كان عنده كان عنده صفر ملفات في الفيفا ما كان عندنا حتى ملف في الفيفا فما ديون وقتها كان مليار دو سبع مئة مليار دو وربع مئة حكي فرغة في البرمجر اوكي سليم الرياحي كيخرج وبتصريحها هو 91 مليار لذا والكلنا نعرف أن الفريق القانوني سببهي بلاد من نادي الأفريقي ولم كان يتعامل مع المحامون نادي الأفريقي حتى المحامين الذين ج FAVوا معه وقتها كانوا تجربة جديدة وقتها كانوا يبار Odysseem لن يتجربه موجوده اللتك لماذاammany لم مهو مهامي لم ان كتب العراف between البيت خلافا لما يعتقده البعض مجد الخليفة عنده شركة تأمين مهوش محامي مجد الخليفي دونك ما عندهوش الصفة التي تؤهل معمول بي هكا كما عنده كاتب عامي يكون موش محامي وما موش محامي يفع في القراءة لا لا قراءة مجد خليفي قريتانوية مع بعضنا رف الكمبيوس مجد القانوني تكوين وقانوني لكنه مهوش محامي يتحمل مسؤولية دونك وقتها سليم الرياحي وهذا ينا نعرف وفرصة زادة كذلك بش نبين للناس راو الكاتب العام في فترة سليم الرياحي كان يلجار له كوتيدين الإجازات إداع العقود الملفات كانوا البرة من الحديقة كان أنيس بن ميمو كان ثم محامي آخر شكوين؟ والله يصدقني من استحذرش اسمه مش طيب السادقة لا 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 محامي وانا نعرف شخصيا انو من حباتها رجل هذه تونسي فهمت؟ كانوا معنتها تستحذر انو من حباتها رجل من استحذرش اسمه لا ما نحذرش نعرفه كين قابل واحنا تبرك الله ثمانية لاف محامي راو معنتها بالحق هنحكي لك صدقا لكن نعرف نقوله خاطر هو يخدم في الشركات متاع سليم الرياح نبيل السبع نبيل اللي مخدمش مخدمش ملفات هذا بتصريحي أنا حكيت معاه مرة لمته في ملفته سجار في ملفته سجار أنا لمته نبيل وقتها بلسان المحب معنت حكيت معاه وانا متغشش أكد لي انو ما عنده حتى علم انو اسمع كيف نبيل الحيثيات متاع الملف منابش معنتها لنبيل السبعي لسسمه أنس بن مالك اللي نواجه له التحية واللي يخدم ثلاثة شهر ناطق رسمي ومشاه منعش تكون من الزملاء اللي يخدم معنتها اللي نأكدهولك دير القرارات موجودة تو القرارات موجودة أرجع للسؤال مثلش كيفاش تقرأها انت نرجعلك حابيت نوضح انو راو رجالات القانون في النادي الافريقي ما أخدموش هم ما أخدموش الملفات وأنا شخصيا الحمد لله في الفترة للرؤساء السابقين يعني رجعت مرة تلموه سؤال هذا يتطرح رجعت مرة لرشيف متاع المكتب متاعي نلقى عندي في فترة سيد فريد عباس وشريف بيلمين تقريب 170 ملف في 170 ملف ثم نسبة نجاح تتجاوز 92% دونك الحمد لله حاليا نقعد نخدم في ملفات خارج النادي الافريقي مع الشركة بورتغالية والحمد لله معنتها بدون شهار هي بعيدة على تونس دونك مانيش نعفل شهار والحمد لله قاعدين ناجحين في خدمتنا دونك الكفاءة القانونية متاع محامين نادي الافريقي ومحاميات النادي الافريقي لأنه عنا زميلات زادة هاجر وانا خدمتنا هاجر بوثينا هاجر بكار الكل هم معنتها هند الفكي هاجر تسلمت الملفات في المرحلة الاخيرة هاي اخذات رئيس اللجنة القانونية وكي اخذات الملفات طلقى الاجال دي جا طاحوا رو انتي كرجل قانون اقوى رجل قانون في العالم وقت لنجيب لك ملف والاجال متاع الطعن مثالك لامة عندك عشرين يوم مش طاطعن وفتر ما عاش عندك ما تعمل رغم لي تقول السليمية حمل الهيئة معتها مسؤولية المسؤولية هذي دي ما يقول هما خسرهم لا لا مصحيح الخضايا الكل تخسروا بسبب اختار تكبه بسبب تعنوتي هي وهو نقول هالك لأنه رو للتاريخ أنا كنت اللوم هم وقت هالولاد يقولوا لي رانا وصلوا له المعلومة يقول خليمشي يشكي خليمشي يشكي رو كانت شوف انتي الأحكام تعتبر هذي عن سوء نية باش العباد اللي بعده تتحمل المسؤولية غطرسة غطرسة وهو في فترة يفسر هذا بعد ما اخرج من محيطين به يفسر هذا انه ما عاش عنده ثقة في حتى حد حتى ليجي قلوا هذي دبوزة ماء ولي شك فيها فهمت لكن ذا لا يبر بالنسبة لينا لا يبر فما نية اعفاء بعض المسؤولين من مهامهم توا لا مثماش خطر عبسلم اليونسي في تصريح المزايق بعد مقابلت مازم بيه بالضبط قال فما مسؤولين بشي تحاسبه بشي تحاسبه المحاسبة لا المحاسبة لا تعني تحدث حتى انه بشي بشي تنحاه معناه لا المحاسبة لا تأولا ساعة من ناحية القانونية ما تنجمش تنحي حتى مسؤول من الهيئة لأنهم من تخبين هذا واحد مثلا مثلا نحكيه على حمزة الوصلاتي حمزة الوصلاتي طلب هو تنحيته من طلب انه يتنح دكار دونك بشي تنح اي طلب هو مازال طوال حد الآن لأنه طلبه من سيد مهدي الغربي مهدي الغربي من الوحيد اللي طلب مهلا حمزة الوصلاتي بنفسه بصريح عبارته في الاجتماع الهائل المبيرة قال برشا ضغط واعترف رويشة نقولك حاجة تعرف شنو باهي في العبدة انه يعترف باللي ميت متاع حمزة قال انا ما زلت جديد وما فيها باز جيبه شخص ادي انا ندعم بالفلوس ننوراه وكذا ما نجمش في مطر المشكلة صار مع علي العبدة نجم يكون عفيه اسباب في الحكاية هذي نجم يكون واحد من الاسباب رو وقت الفريق ما يمشيش رو يلزم دي ما تبدل تشوف كل كشوز وتحاول تبدلها غلط حمزة في التعامل مع علي العبدة وقتها قبل المقاملة مهمة كمير غلط 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 وهو بيدو يقول لك غلط وراه مش عار ومش عيب انه واحد يقول راني غلط هل صحيح انه مجدي الخليفي رفض الاستيقاله طلب لحصول على فلوسه لا مصحيح انأكد لك مجدي الخليفي لم ما طلبش بال بالعاكس من غدوة من الاجتماع زاد ده اعطاه فلوس اخر فهمت مصحيح مع انتها كلاه مغير صحيح ولي قاله وانا نأكد لك ومن الموجودين الكل مجدي الخليفي كل ما طلبه وبيكل قال لانه تطرح على الطاولة ومع انتها وهناه منيش بش نخفيه سر تطرح على الطاولة مسألت انه يرتاح شوية فطلب طلب معقول جدا قال هم وريوا لدي فايانس امتاعيوين انا الناس اللي قاعدة تهاجم فيها هو اكبر حاجة اللي الناس اللي هاجموا فيها انه خدم مع سليم الرياحي تقريبا فترة امتاعوا الكل الناس كل خدمة مع سليم الرياح الهيئة التسييرية رئيسها خدم مع سليم الرياح شوف خلينا نوضحه فترة سليم الرياحي هي استثناء في تاريخ النادي الافريقي بكل المقاييس رئيس يخدم وحده رئيس خرج وترك الخراب وراءه بكل المقاييس هي فترة استثنائية مجدي الخليفي يخدم كاتبعة يجا نحاسبوها على عدد العقود ولا الاجازات التي وقع رفضها في الجامعة يجا نحاسبوها على كوتوديان اما العقود انا نأكد مثلا العقد ماركو سيموني ما فيش حتى كلوز اللي بلا توامت حمس وليتو مجدي الخليفي والله يجا نقول لك انه حتى تقع اقالتو معناه سيموني ياخد فلوسه متاعه لكل متاع مين معناه العقد متاع سيموني يجال سليم الرياحي حاضر وقبل وصحة لي ما وينك انت دورك معناك كاتب عام الفريق انتي ماركو سيموني يجال الرئيس معاه لاجون متاعه ومعاه للمحامي متاعه مدو العقد للرئيس صحح الرئيس انا كمحامي ولا ككاتب عام مش نعم الامضاء تم مش كل شيء لسليم الرياحي لا لكل شيء انا اكد لك من ناحية القانونية الغطرسة هي التي كانت سائدة في فترته علش هو بالذات لقي برشة حمالات من جمهور الوكليوب هو مش هو كهو هو مجدي الخليفي خليل محجوب وحمزة الوسلات علش يزوم التلفة بالذات هو على خاطر اكثر واحد اخدم مع سليم الرياح فهمت انا مثلا شنو النجم اللوم على مجدي انه بوتاتر سكت مخرش تكلم وقتها بوتاترا خاطر ما نعلمش مش كيمة للداخل كيمة للبرة واجب التحفظ كذا لكن من المسئولية القانونية ما مش نجيك لك انتي بعد انتي بديك انتقاطهم وبشدة زي دا معنا اللي في الهيئة هذوم الكل ايو ما زلت انتقاط انا البارح قاعدين وانتقاطهم اكثر حتى من انتقاط بش نرجع لك برشة حاجات شوية اخر اي مرحبا بالتعينات الجديدة ايضا تعيين منظر شوية شيء كمكلف الاعلام ايضا تقدو برشة تعيين هذا خاطره كان يخدم في الاسبرانس والله يجا نقول لك ما نجمش نجاوبك عن نقطة ذي يلزم هو يجاوبك علاش لانه انا من 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 منظر معنتها الناس انتقدته لانه لعب اخدم في التراجي لكن انا اصدقاء وانا معنتها مع علاقتي به سطحية برش اصدقاء ويقول لي هم من احبان نادي الافريقي ووقت لي في التراجي اي معروف هو معروف من احباء لكل يوم اي امن هنا يناس اللي كنتي هل تنجم تخدم في الاسبرانس لا انا ما نخدمش اي لا ما نخدمش انا ولو بما للدنيا لهنا يقول لك الفرق لنا المحبة على هذك اي ما ما نجمش حط رايحي في بلاسه واحتمل هو وقتها يلزم ويختم ماديا الله هو اعلم مه قلت في تصريحات تلفازية قبل قبل الياسيمة طلبوها الجمهور الكل كلمتوهم بخلاف العلمي ومهدي الغربي شكو اللي كلمتوهم لا لا مش بخلاف العلمي مهدي الغربي هو من طلب مهلة الاخرين الكل رفضوا اي كلام معطا قول تسميهم مهدي الغربي يوسف العلمي اللي كلمتوهم اه افهمني في السؤال شكو اللي سامي الاخرين اللي كلمتوهم معنا برشا برشا مثلا شكو مثلا ثم اسسمو مهدي ميلاد ثم سي كاميل قلسيجا ثم سيتة ولا سامي مبارشة سامي اللي طالبوهم أساساً هم وقتها أساساً لسامي هي سي مهدي سي يوسف العلمي في الكرت القدم وقع على اتصال به واعتذر لأنه عنده مشاغل مهنية سي مهدي ميلاد كيف كيف مهدي الغربي غير طلب مهلة تقريباً هذم لسامي على ما رفض مهدي ميلاد؟ رفض قال ما ينجم قال عنده مدة بعيدة وعنده التزامات وما ينجم ما معناتها ما ما تعرف أخذر المسؤول توا ولا يخمم عشرة مرات قبل ما يزدم فم تسيرتوه مع الظرف والضغط والفترة الصعيبة ليتعدى بها الفريق كل واحد ولا يحسب الخطوة عشرة مرات اتصلتوا مروي الحامولية لا الحقيقة أنا ما عنديش علم موقعش بش نكون آمين معنتها موقعش الهيئة التسيرية حتى واحد بخلاف ما هذا الغرب يوسف العلمي يوسف ما كان في الهيئة ولا كان رئيس فرع كرت القدم هم مشكون كانوا كانوا واربع من الناس روا في الهيئة التسيرية علي 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 وزاد اعتذر كيف كيف زاد البليقة اللي خرج تقريبا السبت اللي فات كما يشغال طنصف الليل قال فما ديسيزيون اخرين مش تاخذوا بعض مقابل التمازم به الديسيزيون يتعلقوا اساسا بتكوين الهيئة التنفيذية اللي باقي معنتها الاتصالات華 المشاورات موجودة مع اسماعة أخرى مع توسيع القاعدة أنا شخصيا اقترحت فكرة وان شاء الله معنتها الأهم ودي را توافق عليها أنا اقترحت ان وياقع تنظيم عندها لقاء مفتوح عشاء ولا قاعدة في نزل ويقع الدعوة صريحة لجميع رجالات النادي الافريقي بدون استثناء خلي كل واحد يتحمل مسؤولية وقدام الجماهير وقدام الرأي العام عند ايجا ناس كل اللي ربيبان محلولين بالفاعل مش بالكلام خلي ناس كل جي قل انا الرئيس خاطر فما معروفة بكم شاص لك انا بعد فان وفشا خلافات بين رجال لك سرتوه سرتوه بين حمادي بصبيع في ريلا عباس تتركه مات سنين مع الاسف ما عندك فكرة عشان هو سبب الخلاف اصلي بيناتهم والله يقديم يقولوا خلاف قديم انا ما عنديش الخلاف الاصلي لكن يقولوا من تهنو خلاف حول التمركز وحول التموقع فمتن تحاولوا تحاولوا وتلموا الشامل بيناتهم الزوز اذا 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 بتل جيد بيناتهم فما فيه مصلحة صارت هو صارت عمناه المحاولة وتخلف سيد فريد عباس مجاش صارك انت ذكر اجتماع وقت اخر يامات سليم الرياحي حضر سي كامال يدير احضر اه سي سعيد ناجي احضر اه وقتها سي كامال ناجي وتخلف فريد عباس محضرش سيد فريد عباس محضرش في بالك اللي فيكتورو زفونك لليوم ما تم اشتعلنا هالتعاقد معه رقم اللي بداي يخدم السيد ايا ما تم لا لا ثمه ثمه سمعت صارت صارت ندوة صحافية قبل مقابلة مازم بي حتى قبل ما عفوش لا انا سمعت منعش فانا فانا محط ايضاعي اسمعت مجدي الخليفة قرره وتعاقدنا معه سي يمكن بعض داي علش تم الاختيار على زفونك تم الاختيار عليه لعدة اسبابه اولا سيدة داي عنده تجربة مش ممكن الفريق باللي لكون اللي فيه وبالمشاكل اللي فيه انك تتعاقد مع مدرب جديد ومغمور وما يعرفش الافريق هذي مدرب تجربته راه وتاريخه راه هذي معاش بارش بارش الافريق درب زوجة معيات في الافريق اي رينا ما عنده اتصال انا شخصيا كان قولك حاجة مثلا مدرب نجم السيح لي روجي لومير سئلته قال لي اي فولو براندر صنز اكو نوزي تاسيان معانتها وروجي لومير ريفيرانس عن غران مسيو بانتها شكرو فمت اما ما عمى مانيش اندي كبيرة لانا اندي فوز ترتيب في فرنسا ما هذيش برشة القابة القابة هذي محلية كنا كريفة جينيا لكن مثلا مقارنة ان هاو من الاخطاء اللي انا قتلي تنقد من الاخطاء اللي انا عبتهم على السيد عبسام اليونسي هو انت داب المدرب البلجيكي يعني كي ترجع للسي في انت على المدرب البلجيكي ما عنده سي في كبير يا لا بالعاكس سي في مسلبي ما عندهو جيني تدخل تلقى مش ما عندوش عنده سي في مسلبي لا وحتى ما عنده اتهامات بالسامسير وبالكوريبسيون كانت تدخل انت تتقر انا قريط اقتدخت معانتها عنده برشة فالهذا هذيه معروف عليه الصرامة معروف دير دير اللي شفتوا انا في الحصاص الولانية معانتها بالحق معانتها يزمك تسيطر على المجموع هل تم الاتصال قبله بمنتصر الوحيشي لا 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 هو الوحيد اللي تم الاتصال بي فما يتمدربين اخرين وقعوا اتصال بي مرفضوا اه وقع اتصال اولي مع بيرترون مارشان ومبعد ما ما صارش خارج الهيئة وقع اقتراح اسم بيرترون مارشان ومبعد وقت لي اه وقت لي جاء لجاءت الجواب ايجابي من عند اه المدرب الحالي ما وقعش معاوط الاتصال بيرترون هم تم منتصر الارة واحتراما للنادي البنزرتي اللي اه صح مع عقد احتراما للروحنا هتاخراج الكلام الاجموع لا مو خاطر عمناول صارتك الحكاية متاع بستقبل جابس احتراما للمدرب نفسه ما نجموش نتصلو بيه هل هناك نية الفسخ عقود بعض المناعبية؟ ما ثماش نية للفسخ لسبب بسيط هو انه دجا انتي عندك افكتيف محدود محدود كيفاش تفسخ وقت لي انتي تتتأذيل الكلوب عنده افكتيف محدود الامكانيات وبعت بعت مختر بالخيثر يننجم ان هو محسن استغربوا حتى شايتر هابش نقولك عليش مختار بالخيثر لانان ورغب في الخروج ومحب المعنائجات ووفر ماديا ليا بالسن ايه حكيته معه هو شد صحيح في الخروج من كله هو شد صحيح وما عاشت نجم تشد ملاعبي غير راغب خرطور رحق بل برشة فلوس حاجده فرصة اخذي وعند مهي ابي السايب. سامي اخرج في اللاكس عندك تقريبا البوست الوحيد اللي عندك فيه ثلاثة او لاربعة ملاعبي. انا سألت لك سؤال هذا خاطر اخرج الكلام انه فامانية فسخة عقل زهير الزواتي. لا لا موجود زهير موجود مع المجموعة حتى على مستوى التأثير حتى على اربع ساعة نجم يعاونك زهير ما ثماش فسخ تقول لي ثم مراجعة لبعض الحوافز المالية نقول لك صحيح نقول لك صحيح معانتها العقود متع الملاعبية والتعامل المالي مع الملاعبية بش يولي بش يولي حسب الامكانيات حسب ما تعطيه للجمعي صحيح هذية ثم معنتها انه بش تولي معنتها الملاعبين حسبك على حسب ما تعطيه للفريق. واضح. دونك مواصلين لحوار متعنا مع كاميل بن خليل ناطق رسمي باسم النادي الافريقي لكن نمشو للاخبار مع اسم المدب وبعدنا راجعي.